سلام عليكم و هلي بيكم في فيديو جديد أخبار الآيفون أخبار تقول لك قبل أنه راح تسميه آيفون 12S قبل ما مش عارفين لاش يعني رجعنا على الاسم مرة ثانية طيب وين 7S وين 8S الـ 9 ما عندنا أصلا وين 11S حنرجع 12S أسمائك قبل ما حد راضي يخمنها يعني المهم إذا كان اسمه آيفون 12S فراح يكون فيه بصمة على كلامهم طبعا لو نتذكر البصمة و ما نزلت نزلت في الـ 5S في الـ 5 ما فيه بصمة الـ 5S فيه بصمة فالآن يقول لك أنه قبل راح ترجع البصمة والأخبار ديقول لك البصمة راح تكون تحت الشاشة هلا أبضل حين اعترفت أن كروان راح يتم معانا أكثر برضو سنتين قدام البصمة أنا بالنسبة لي أحتاج البصمة الآن أكثر من الفيس اي دي في وقت لبس الماسك إذا قبل راح ترجع الفينجر برنت على السكرين هل راح تقنسل الفيس اي دي هل راح تخليهم اثنين هم ما ندري فيه تحديث كبير راح يكون برضو لحق المعالج الـ A15 يقول لك أنه نطار أكثر لحق الـ 5G اللي هي مليميتر ويفس بأنه الآن موجودة بس في بريكا المليميتر ويفس راح تنزل أكثر في الدول العالم الثانية أشخاص اللي عندهم أصلا مليميتر ويفس الشركات الصلاة اللي عندهم الكاميرا بعض الأشخاص يقول لك ما راح تتحدث الكاميرا بعض الأشخاص يقول لك قبل جهة تشتغل على كاميرات خاصة فيها بتسويها فأنا أتمنى أبل أن تنزل كاميرات خاصة فيها ما تأخذ من شركات ثانية من سونيا ولا غيرها علشان إذا دخلت هذا المجال أبل وتسوي كاميرات خاصة فيها فممكن نشوف تسريبات السنوات الغادمة أن أبل تنزل كاميرات DSLR ولا Digital خاصة فيها فأنا تحمس لحق ذلك كثير أن أبل ترجع وتصنع كاميرات ما أن من زمان يعني لو نرجع قبل مدري كم سنة أبل كانت عندها كاميرات ديجيتال خاصة فيها فنشوف إذا أبل لم تغيرت العدسات لحق الآيفون 12S اللي هذا موجود لا تتوقع أنها لا سيكون فيه اختلاف لا سيكون فيه اختلاف لأنه ليس لازم العدسة نفسها تتغير المعالج نفسها إذا معالج جديد لأي 15 فالتصوير سيتغير لأن معالجة الصور نفسها ستتغير فننتظر نشوف أنا بالنسب لي ما أتوقع أبل أصلا ما ستغير العدسات 100% ستغير لكن أخبر تقول لك لا أنا أتوقع أنه ستغير لأن أبل لم أعمرها وقفت أصلا ما غيرت عدسات من سلسلة الآيفون كل مرة تتكلم عن الكاميرا وكل مرة تحسن في الكاميرا هل ستنزل الميني لد على الآيفون ولا لا لا يمكن أن تستربط حق هذا الشيء برضو طبعا تستربط جيدة برضو تقول لك أنه فيه نسخة اللي أبل قد تشتريها ما راح يكون فيها مدخل الشاحن راح تكون كلها ويرلس نشوف برضو الفئات إلى الآن يقول لك الأربع فئات نفسها في أخبار خفيفة طلعت وماتت إنما راح تنزل آيفون 12 اس ميني مثلا قدام لأنه أبل بالنسبة لها ما توقعت المبيعات القليلة لحق لآيفون 12 ميني مع أني أنا بالنسبة لي كنت أتوقع أن آيفون 12 ميني راح يكون مبيعاته أكثر لكن إلى الآن آيفون 12 وهو المبيعاته أكثر شوف قدام شو يسوون في بعض الأخبار تقول لك برضو أنه راح تحط سافاير في الزجاج ما عنا مدري تهو حط اللي هي السيراميك شيلد لحق الشاشة نفسها قوة الشاشة ممتازة جدا ما في شاشة نفس شاشة الآيفون حين في الكسر يعني بعض الفيديوهات نزلت إن الآيفون يطيح فالدهق الدخلي يتأثر والشاشة ما صار فيه شي طبعا أنا اللي أفضل إنه بس تسوي مبروف لحق الخدوش أنا في فرق بين الشاشة اللي حطتها أبل هنا في الآيفونات 12 مقاومة للكسر بس مش مقاومة لخدوش فأتمنى إن أبل تشوف حل سويها مقاومة لخدوش وتتمع لديك الشاشة وإذا خلت الشاشة حتى الحواف ذي لو تقلب الجهاز كله زجاج يكون عليه السيراميك شيرد رح يكون ممتاز جدا لكن الخبار تقول لك إن أبل رح تروح حق السافاير السافاير موجود على العدسات الآيفون الخلفية لكن ثئة السافاير اللي موجودة حقه المردية جدا السافاير غالي جدا هذا النوع من الزجاج ما أدري كم رح يكون سعار الآيفون هل رح تقدر تخلي نفس السعر هذا مدري نشوف آيفون وان تيرا برضو ننتظر ونشوف إذا تخلط بالآيفون وان تيرا يمكن رح ترفع التصوير إلى 8K برضو النابل ما رح ترفع الوان تيرا بدون ما تسوي بروف قوي في المعالج الرسوميات لازم فيه انتقال جديد في التصوير فيه انتقال جديد في الألعاب والقوة الألعاب الجديدة فنشوف وان تيرا أنا متشجل الوان تيرا علشان التصوير رح يكون أفضل لان ما توقع لما تسوي ذلك من الموقع ترفع الحجم بدون ما ترفع شيء ثاني نشوف قدام بس هذا تقريبا كل أشياء عن الآيفون ونتظر كلها 8 شهر ونشوف آيفون جديد فيه تسريبات برضو لحق الـ AirBots لأشخاص اللي ينتظرون سماعة أبل جديدة ينتظرون شهر أربعة في أبريل أخبار يقول لك أن رح تكون أسرع في الـ connection بينها وبين الآيفون وبرضو يمكن يحطون فيها معالج جديد أتوقع أن لازم تشوف لها حل معالج جديد ورح يكون كيس جديد ليش ما أدري ما في شيء دي الكيس لكن يقول لك أنه رح يكون أرفع شوي ليش ما أدري لشوف قدام نشوف يسوون كان فيه AirBots جديدة في أبريل فأشخاص اللي ينتظرون AirBots ينتظرون أبريل شهر أربعة على رمضان تشترون هدية الحق العيد حلو بس في نهاية الفيديو لا تنسونا واشتراك في الغناة واشتراك في حساب سناب شات اشتراك في ضبطكم وعمل لايك في المقطع ونشر المقطع ولا تنسونا وفضل دعاكم والسلام عليكم